سلام عليكم ورحمة الله وبركاته تسعدنا في مركز التمييز للتوحد حضوركم للمحاضرة الثالثة ضمن سلسلة الندوات الافتراضية حول اضطراب طيف التوحد عبر تطبيق دون تهدف هذه السلسلة من الندوات الافتراضية المقدمة عن طريق مركز التمييز للتوحد الى تفعيل شهر ابريل شهر التوعية بافتراض طيف التوحد لعام 2020 انا الدكتورة رفيب سدراني منثقة قسم تطوير المحتوى في مركز التمييز للتوحد اليوم هو الاحد تاريخ 5 ابريل 2020 تقدم لنا اليوم الأستاذة ملاك هرمضي محاضرة بعنوان كيف أقدم استشارة كمختف لأهالي ذوي اضطراب طيف التوحد أستاذة ملاك هرمضي أخصائي أول نطق واللغة وكبير أخصائي النطق واللغة في مركز التمييز للتوحد أخصائي معتمد من هيئة التخصصات الصحية في المملكة العربية السعودية ومن الجمعية الأمريكية للنطق واللغة والسما حاصل على شهادة الكفاءة الإكلينيكية من الجمعية الأمريكية للنطق واللغة والسما عملت في عدة أماكن وهي عضو في لجان علمية تابعة لوزارة الصحة ووزارة الدفاع أخصائي نطق محتمد في ولاية كاليفورنيا وعملت في عدة جهات في الولايات المتحدة الأمريكية من مراكز خاصة ومركز تأهيل وعيادات خارجية حاصلة على درجة الماجهتين في اضطرابات التواصل جامعة مارشيل غرب فرجينيا في الولايات المتحدة الأمريكية حاصلة على درجة البكالوريون في جامعة الملك سعود كلية العلوم الطبية التطبيقية اضطرابات النطق واللغة والسما حياة كله معنا أستاذة ملاك يعطيكم العافية اليوم راح أتكلم عن موضوع ممكن كثير مننا في الجامعة ما درسنا هذا الشيء وحتى في دراسات العليا أنا ما أطرق ولا أخذت هذا كما يعني مادة اللي هي كيف أقدم استشارة كمختص لأهالي ذوي طيف التوحد راح أتكلم عن الاستشارة ما هي أساسيات الاستشارة الطرق والهدف دوري كمقدم للاستشارة والمشاعر المرتبطة بالطرابات التواصل والعمل مع الأهالي من الآباء الأخوة الأجداد ومقدمين رعاية وخصائص المستشارة الفعالة وتقنيات الاستشارة والمهارات تقديم الاستشارة وفي النهاية راح يكون فيه أسئلة وأجوبة طيب الاستشارة مقابل النصيحة الطبية إذا سألتكم إيش هي النصيحة طبية أو النصيحة بشكل عام النصيحة أنك تقدم المساعدة والإرشاد في حل صعوبات ومشاكل شخصية اجتماعية نفسية خاصة من قبل متخصص تقدم نصيحة معناها أنت قاعد تقدم استشارة يعني الاسمين هذول يدخلون في بعض بس لما جئنا شفت تعريف الاستشارة الكونسلتيشن أنك تقدم نصيحة أو رأي من شخص لمعرفة متخصصة وعادة أن تكون رسمية على شكل مستند إما كتشخيص أو نتائج اختبارات أو خطة علاجية فلما أجي أقولكم استشارة اللي أنا أقصد منه النصيحة أكثر منه هي كلمة استشارة طيب بالنسبة للآشة الأجمعية الأمريكية للنطق واللغة حددت دوري أنا كأخصائي في تقديم الاستشارة بالإضافة إلى تعريف الاستشارة تعريف الاستشارة هو النصح الطبي أني أقدم التفقيف والإرشاد والدعم للأشخاص وأهاليهم ومقدمين الرعاية وتكون هذا الاستشارة لأجل التقبل والتكيف وصنع القرارات ذات علاقة بالتواصل والاضطرابات المصاحبة ودور الأخصائي هو يعمل على التفاعل مع ردات الفعل العاطفية والأفكار والمشاعر والسلوكيات ناتجة مع العيش مع شخص يعاني من اضطراب في التواصل وغيره من الاضطرابات فكما نعرف أن الأطفال أو الأشخاص ذوي اضطراب طيف التوحد يعانون من اضطراب في التواصل الاضطراب في السابق كانت معتمدة على أساس معلوماتي إني أنا أقدم معلومة أنا كأخصائي أقدم معلومة للأهل وللمريض أما الآن الاستشارة أنك تتكلم عن المشاعر والصعوبات العاطفية والعديد من المختصين لا يخضعون لأي تدريب في مجال الاستشارة فمثلاً لما يتم تشخيص طفل أول مرة بالطراب طيف التوحد فإنه من المتوقع أن الأهل يشعرون بالألم والارتباك في هذا الوقت ولا يستطيعون أن يحللون المعلومات المقدمة أثناء تقديم الاستشارة لأن الأهل في هذا الوقت لا يستطيعون أنهم يتذكرون المعلومة المقدمة بس أنهم دائماً راح يتذكرون نبرة تقديم المعلومة هل كانت النبرة فيها تفاؤل أو تشاؤم أو كانت باردة ففي العبارة تقول الأمر ليس بما ذكرت بل بكيف طريقة ذكرك للمعلومة فلازم دائماً راعي هذا الشيء على المختصين أن يقضوا وقت أطول في تقديم الاستشارة وفي دراسة تقول أن في استبيان المدارس العامة في الولايات المتحدة الأمريكية يقضي أخصائي النطق فقط 20% من وقتهم في تقديم الاستشارة ويستخدم أخصائي وفي دراسة لعام 2004 بايدوكن يقول يستخدم أخصائي السمع الطريقة الطبية يعني إيش الطريقة الطبية في النصح؟ أني أنا أجي أقول لك سبب الفيزيائي والعلاج ولا يتكلم عن النواحي النفسية والاجتماعية من فقد السمع وكذلك أخصائي النطق يتبعون هذه الطريقة اللي هي الطريقة الطبية والأخصائيين يتجنبون الاستشارة ذات أساس عاطفي لعدم وجود الخبرة وعدم معرفتهم بأنها تحت منظور ممارسة مهنتهم عندما تكون المشاعر مرتفعة يكون في صعوبة في تحليل المعلومة ويكون في ردة فعل اللي نسميها القتال أو الهروب الفايت أو الفليت رح أشرح لكم هذه شوي عند تقديم استشارة ذات أساس معلوماتي بدون النظر لمشاعر فإنه يؤدي للفشل يعني مثلاً لو أطلب إذا أنت غضبان أو زعلان وطلبت منك تقرأ كتاب ممكن أنك تقدر تفكي الشفرات وتقرأ بصوت عالي بس أنت ما تكون فعلاً فاهم ومدرك ومحلل المعلومات اللي أنت قاعد تقراها التفسير الفيسيولوجي لهذا الشيء أن المنطقة سيريبرال كورتيكس أو القشرة المخية للدماغ اللي هي مسؤولة عن تحليل المعلومات والذاكرة والتركيز تكون عند تلقي خبر صادم يحدث الخوف فلما يحدث هذا النوع من المشاعر الخوف تنشط منطقة في منتصف الدماغ اللي هي المد برين ولا تكون في القشرة وإذا بدأ الأخصائي يقدم معلومات اللي فيها تحليل وحفظ وتركيز فإن الدماغ يفشل في تحليل المعلومة لتركيز نشاطه في منتصف الدماغ وهذا ما يصير عادة لما يكون في أول مرة نشخص الطفل مثلا في التوحد وإحنا كأخصائيين نحاول نشرح للأهل إيش هو التوحد تعريف التوحد إيش المفروض للبرامج العلاجية وعدد ساعات التدخل العلاجي ففي الوقت هذا أنا كنت أبغى أشرح لكم التفسير الفيسيولوجي لها أنه في حالة الخوف أو في حالة الغضب ما يكون في تحليل هذه المعلومات طرق الاستشارة العامة في الاستشارة الإخبارية أنك تجي وتعطيه المعلومات أو الاستشارة الإقناعية أنك تعطيه المعلومة بالإضافة إلى العلاج عن طريق الإقناع أن هذا هو الطريق المفروض أن تتاخذ هذا العدد من الجلسات أو الاستشارة بالاستماع والتقدير وهذا هو المفضل أنك تستمع الغير ويساعد الأهالي أنهم يخضون قرار وتساعدهم على تمكينهم وتعزيز ثقتهم بذاتهم أنك تستشير على أساس احتياج هذه الأسرة أو الشخص اللي عنده اضطراب في التواصل طيب الهدف من تقديم الاستشارة مساعدة الأهالي على التقققهم وجعل الأسر بأن تكون متوازنة يعني إيش أني أخلي الأسرة متوازنة يكون في توازن ما بين القدرة العقلية الإدراكية يعني تحليل المعلومات ويكون في قدرة على التعبير عن المشاعر يكون هناك في هذاك الوقت تعزيز للنفس يعني أن الشخص إذا جانا ويعنده توجه عاطفي نحاول أنه يساعده يصرف هذه العواطف عساس يكون عنده قدرة أن يحلل المعلومة اللي إحنا نقدمها أو إذا كان شخص عقلاني نحاول أن يساعده أن يعبر عن مشاعره عساس يكون في توازن وبذلك يكون الشخص متوازن ومركزي ماذا نرجو من هذه المحاضرة للمختصين والعاملين مع أهالي ذوي طيف في التوحد بأن يشعروا بأريحية بالسماح للمشاعر وهو أمر طبيعي عند التعامل مع الطرابات التواصل بأن تكون جزء من التعامل الإكلينيكي عند السماح للعاطفة بأن تحصل في العلاقات الإكلينيكية يجد المختصين دورهم كمقدمين للمعلومات أفضل ويحصل هناك رضاء مهني دور الأخصائيين عند تقديم الاستشارة لأهالي ذوي طيف التوحد بالنسبة لآشا الجمعية الأمريكية للنطق واللغة دور الأخصائي يذكرون أنها أنشطة المشورة هي تقع ضمن نطاق الممارسة لي كأخصائي نطق واللغة وأخصائي النطق واللغة ليسوا مختصين بالصحة النفسية وهم غير مؤهلين لتشخيص وعلاج الإطراب النفسي كالاكتئاب والاضطراب القلق فإحنا محنا أخصائي النفسيين عساس إحنا نقيم المشاكل والاضطرابات النفسية ولكن إحنا نتعامل معها بطريقة مختلفة ورح أشرح لكم زيادة كيف أخصائي النطق يعمل في المشورة على النشاطات التالية بتمكين الفرد والأسرة من اتخاذ قرارات تتعلق بقضايا التواصل الأكل أو البلع تثقيف الأفراد والأسرة وأفراد المجتمع المحلي المعنيين حول التواصل والطرابات التغذية والبلع تقديم الدعم للمجموعات والأفراد تزويد الأفراد والأسر بالمهارات التي تمكنهم من أن يصبحوا قادرين على الدفاع عن أنفسهم والحصول على حقوقهم مناقشة وتقييم ومعالجة المشاعر السلبية والأفكار المتعلقة بالطرابات التواصل أو التغذية والبلع وتحويل أو إحالة الأفراد الذين يعانون من الطرابات إلى مهنيين آخرين عندما تقع احتياجات المشورة خارج تلك المتعلقة بالتواصل والتغذية والبلع مثلاً نحولهم إلى أخصائي نفسي إذا لاحظنا أي أعراض للاكتئاب أو القلاق أو التوتر المشاعر والعاطفة في الطرابات التواصل يصاحب اطرابات التواصل مشاعر جداً قوية للمريضة للأسرة عندما يكون هناك عرقلة أو حجب للتواصل يصبح الإنسان منزعج عاطفياً فلما أجي أقول لكم مشاعر لازم ندرك أنه ما في شيء اسمه مشاعر جيدة أو مشاعر سيئة هذه مجرد مشاعر هذه المشاعر تحتاج إلى الاعتراف بها وقبولها وليس الحكم عليها إذ أن هناك ألم عميق في وجود اطراب التواصل وفي بعض الأحيان وفي معظم الحالات لا يمكننا كمختصين أن نقول أو نفعل شيء لسلب هذا الألم ولكن علينا أن نعترف بتلك المشاعر من خلال الإنصات بدون حكم فإحنا كأخصائين لا نخلق هذه المشاعر هذه المشاعر أصلاً موجودة ولكن نخلق الظروف التي تسمح للشخص الذي قدامنا أن يعبر عن هذه المشاعر بأفضل طريقة وأفضل طريقة أحنا نستخدمها اللي هو هذا التكنيك نسميه non-judgmental listening أو الإنصات بدون حكم مشاعر الأسر ذوي طيف التوحد هذه قائمة من المشاعر الغالبة مرتبطة مع الأهالي ذوي الطراب طيف التوحد أول شعور اللي هو شعور القلق أو الخوف القلق والخوف هو جزء من حياتنا وحالة التوتر تجعلنا ناخذ إجراءات في حياتنا مثلاً أن الطالب لو حس بالخوف أو القلق من اختبار فيبدأ يعطيه يعني دافع أن يروح ويدرس ويعطي ردة فعل مثلاً إحنا كأخصائيين علينا أن نتجنب تسمية كل ردة فعل عاطفي بأنه اضطراب قلق نحن كأخصائيين نطق لسنا مؤهلين بتشخيص وعلاج اضطراب القلق والتوتر ولكن دورنا لنساعد مرضانا وأهاليهم أنهم يطورون وسائل وطرق أنهم يتعرفون ويتعاملون ويتأقلمون مع التوتر والقلق الذي يمنعهم من التطور في المهارات التواصل لا تحاول كأخصائي نطق ولغة أنك تتعامل مع الاضطراب والشخص المؤهل للتشخيص أنك ما تتعامل يعني أكصد أنه القلق والخوف نحن تعودنا عاميا نقول والله هذا قلقان هذا خوف بس هو فعلا عبارة عن اضطراب ويتشخص نحن كأخصائيين نطق لغة ما نشخصها لازم يتشخص من شخص مؤهل إما الطبيب نفسي أو أخصائي نفسي الشعور الثاني اللي حابة أتكلم عنه اللي هو الاكتئاب هي ردة فعل شائعة للعديد من الذين يعانون من الطرابات في التواصل سواء بالغين اللي تحصل لهم السكتة الدماغية أو الطراب طيف في التوحد وعادة يكون مقترن الاكتئاب بذوي الطراب طيف في التوحد ذوي الأداء العالي أو يكون مهاراتهم إدراكية مرتفعة وعالية وقد يكون هناك اكتئاب للأطفال خاصة الذين يعانون من فقط في السمع أو تأثر في مهارات التواصل بسبب رفض أخرانهم بهم وعدم تقبلهم الأخصائي لا يقيم أخصائي النطق لا يقيم ولا يعالج اللي هو الاكتئاب ولكن إذا كان لاحظ أي أعراض للاكتئاب مثل الأعراض الغضب فقط للشهية الحزن تشتت عالي صعوبات في النوم صعوبات في الذاكرة عدم اهتمام لمهام ممتعة سابقة والإرهاق العام وقلة النشاط يقوم أخصائي النطق أنه يحول هذا الشخص أو مقدمي الرعاية من الأهالي أو أحد يعني مع الطفل لمختص في الموضوع وهم الطبيب النفسي والأخصائي النفسي الشعور اللي بعد اللي هو الحزن والحسرة هي عبارة عن نتيجة طبيعية للعيش وردة فعل الإنسان عندما يخسر حاجة يا أما موت أو خسار الوظيفة معينة مثلا وظيفة المشي وظيفة الأكل وظيفة التواصل والكلام أو قدرة معينة أو شيء له قيمة لأن لما يخسر هذه الأشياء عادة يبدأ الإحساس هذا اللي هو إحساس الحزن والحسرة النساء والرجال يعبرون عن الحسرة بطريقة مختلفة النساء بالتعبير عن المشاعر والرجال يحاولون أنهم يركزون على حل المشكلة وبعدين في مراحل يمكن قد سمعتوا عنها مراحل الحزن والحسرة تبدأ بالإنكار مثلا لو طفل أهلا مثلا تشخص في الطراطي في التوحد في البداية يكون الأهالي يعبرون عنها بطريقة أنه لا والله ولدي ما عنده توحد بعدين يروح المرحلة الثانية أنه هو الغضب أنه أنتم مثلا ما عرفت شخصون ولدي أنا لازم أوديه مركز ثاني وشخصة فتبدأ في المرحلة الثانية لمرحلة الغضب بعدين المرحلة اللي بعدها المساومة أنه يبدأ يساوم يقول لا أنه يمكن ما هو الطراب طيفي في التواحد يمكن عنده الطراب أيضي ولا استقلاب ولا تأخر بسيط فيحاول يساوم عساس ما يكون طفلة عنده تقييم الطراب طيفي في التواحد بعدين مرحلة الاكتئاب يمر فيها الأهالي وبعدين القبول طبعا المراحل هالي ليست دائما في هذا الوضوح وحدودها غير واضحة المعالم وهناك الكثير من الأخصائيين الذين لا يشعرون بأريحية عند تعبير المريض أو أهاليهم بالحسرة بخوف أن هذا سيجعلهم يبكون فإحنا في الاستشارة نقول لا بأس أنه نعطي الأهال فرصة للبكاء هذا يساعدهم على معرفة أن هذه المشاعر حقيقية وأنهم هما ليسوا في مرحلة الإنكار فهذا يساعدهم على القبول وزي ما قلت لكم ملازم كل الأهالي يمرون على كل المراحل ممكن واحد يمر في مرحلة الإنكار بعدين فجأة يتقبل الوضع يتقبل ابنه واضطراب ابنه المشعور اللي بعد اللي هو الغضب الغضب قد ينتج من عدة مصادر ولكن عادة ينتج بسبب اختراق للتوقعات يصير الأب متوقع أنه يجي طفل صحي يدخل مدرسة عادية ما يحتاج لأي دعم ما يحتاج لصرف زيادة فيبدأ يحس بالغضب لأنه إحساس أنه فقد السيطرة وكان هناك انتهاك للتوقعات قد يشعر أهالي ذوي الإعاقة بأنهم مخدوعون وكنتيجة يشعرون بالغضب بعض الآباء قد يشعر بالعدز من مساعدة ابنه وبعدها يشعر بالغضب والإحساس بفقدان السيطرة أو القوة ينتج إحساس بالغضب الغضب والخوف بينهم علاقة جدا قريبة الغضب والخوف هي ردة فعل القتال والهروب لما الشخص يجي قدامه شيء أو موقف مخيف أو فكرة مخيفة هذه ردة فعل طبيعية يعني أنك تقاتل هذا الشيء وتحاربه أو أنك تهرب فيكون عادة القتال على شكل مشاعر الغضب أو الهروب تكون على شكل بعضهم يجيهم اكتئاب بعضهم يجيهم حزن شديد فهذا التفسير حنا كأخصائيين علينا أن نبني الثقة والاستماع للأهالي بالتعبير عن غضبهم بطريقة صحية الشعور اللي حابة أتكلم عنه اللي هو الشعور اللي هو الشعور بالذنب الذنب مقابل العار شعور شائع يعني يشعرون فيه الأهالي أطفال ذوي طيف التوحد طبيعة البشر أنهم يلومون أنفسهم أو يحاولون يجدون الأسباب قد يشعر الأمهات بأنهم هم سبب حدوث الإعاقة لطفلهم لأنها هي من أنجبته لهذه الحياة حتى تبعد الشعور بالذنب علينا إحنا دائما كأخصائيين أن نذكر الأهالي بالأسباب العلمية لحدوث إطراب معين وعلينا أيضا كأخصائيين أن نساعد على تنكين الأسر حتى يتخلصوا من الشعور بالذنب وعلينا نتذكر أن الشعور بالذنب شائع بين أهالي ذوي إطراب طيف التواحد ولكن أهم شيء أن الشعور هذا بالذنب ما يكون سبب فقط قدرتهم على التحكم بتصرفاتهم آخر شعور حاب أتكلم معنا لهو مشاعر الارتباك الإحساس بالارتباك هو طبيعي وهو جزء من مراحل التعلم وعلينا إحنا كأخصائيين أن نبتعد عن استخدام مفردات مهنية وذكر الكثير من التفاصيل والتأكد من أن الأهل جاهزين لتلقي المعلومة يحتاج الأهالي أن يجدوا الأمان عن ما يعرفونه عن اطراب طفلهم وذكر الكثير من التفاصيل والمعلومات قد يجعلهم يشعرون بالتوتر وإحساس بالنقص ونقص بالثقة بالنفس وعادة يسأل الأهالي ما يحتاجون معرفته فأنت كأخصائي نطق حاول أو كأخصائي حاول تجاوب الأسئلة اللي هما يسألونك عنها بطريقة واضحة ومحددة طيب العمل أبغى تكلم الآن عن العمل مع الأسر اطراب التواصل لا يؤثر فقط على الفرد ولكن أيضا يؤثر على الأسرة بأكملها نحن نقدم التدريب لأفراد الأسرة يعني كأخصائي النطق إحنا لما نجي عساس نقدم برنامج علاجي ليس فقط للطفل ولكن نقدم برنامج للأهل للأخوة بعض التكنيكس اللي يستخدمها المعلمة معاه في المدرسة فإحنا نشتغل مع كل الأفراد اللي يتفاعلون يتعاملون معا مثلا في برامج تدريب الوالدين على تحفيز اللغة تدريب أفراد الأسرة على كيفية تحسين مهارات اللغة الاجتماعية والاستخدام الوظيفي للغة تدريب أفراد الأسرة على تقديم استراتيجيات تعديل السلوك وتعليم وتدريب الأسر على كيفية التعامل والعيش مع الفردة والطراطة في التواحد ندرب الأهل كيف يستخدمون الجداول البصرية التواصل البديل والمساند وبيكس وغيره في دراسة عام 1969 كان هناك مقابلة لعشرين أسرة فرد من العائلة يعاني من الحبسة الكلامية الحبسة الكلامية هو الطراب في اللغة للبالغين الطراب هذا وجدوا في الدراسة أن هذا الطراب خلق الإجهاد وضغط على الأسرة مما جعل حالة المريض تزداد سوءا عادة تكون الأسرة مرهقة ماليا وتعاني من مشاكل صحية وتغيرات في حياتها الاجتماعية وهذا يخلق مشاعر في الدم والغضب هناك استبيان ودراسة في عام 1979 كان في استبيان من زوجات رجال قاموا بعملية استقصال الحنجرة يعني ما يجبوني يتواصلون عن طريق الصوت ووجدت الأسر أن لديها مشاكل مالية وصحية وتواصلية ومهنية وأكثر من 50% كان هناك في تغيير في الحالة الزواج يعني كان في زي الانتصال البرامج جيدة هي التي تكون متمحورة حول الأسرة وتركز على الأسرة فتنتج الثقة بالنفس مكونات الأسرة راح أتكلمها عن أجزاء الأسرة اللي إحنا راح نتعامل معاها بالنسبة للأزواج أو الزوجين هما يتزوجون بتوقعات معينة عن مسار حياتهم قد يشعر أحد الزوجين بالوحدة إذا كان أحد الوالدين هو المسؤول عن رعاية الطفل ذوي طراطي في التواحد بعض العلاقات الزوجية تتباعد وبعضها قد تكون أقرب ولكن عند بداية تشخيص الطفل بطراب طيف التواحد لاحظوا أنه في بعض العوائل تجلب الأزواج والعائلة بعضهم البعض بعدها يدركون أن الطراطي في التواحد هي ما هي فترة بسيطة هي إعاقة دائمة فتبدأ تظهر مشاعر الغضب والذنب وخيبة الأمل نروح للآباء أو الوالدين تربية الأطفال مهمة مهمة ليست بالسهلة وغالبا كشعور والدين الأطفال طبيعيين دائما الإحساس الأهل أنه فيه شعور بالذنب والتقصير من ناحية تربية أبنائهم فبعض الأباء يحاولون يبعدون أنفسهم في البرنامج العلاجي هذا يعني أباء الأطفال ذوي طراطي في التواحد وليجون الأباء يبعدون أنفسهم من برنامج العلاجي يا أما من غضب يا أما أنه عدم تقبل مشكلة وعادة تكون علاقة الطفل مع الأم أقوى وتصبح الأم متمكنة أكثر وتتعلم الكثير من المهارات بالتعامل مع طفلها وقد تدفع الأب بعدم التدخل حتى لا يفسد العمل اللي هي عملته وعادة هيكل الأسرة يتغير علاقة الزوج والزوجة تتغير عمل الزوجة يتأجل ومشاكل مالية تحصل بعض الأسر قد تضطر أنها تسافر المدينة أو دولة مختلفة لحصول ابنهم على الخدمات العلاجية وجود طفل من ذوي الإعاقة في الأسرة يحدث ضغط كبير على العائلة أو قد يقوي العلاقة بين أفراد العائلة رح أتكلم الآن عن أطفال الوالدين ذوي الإعاقة هناك أطفال يكونون يعني أباؤهم هما من ذوي الطراب طيف التوحد حيث أن أطفال هذولي لاحظوا في الدراسات أن يكون عندهم تأخر في مهارات التواصل والاجتماعي عندهم بعض المشاكل النفسية بسبب كون الوالد أو الوالدة من ذوي الطراب طيف التوحد طيب بالنسبة للأجداد يلعب الأجداد دور كبير الأجداد عادة محبين أكثر ومتقبلين أكثر بعلاقتهم مع أحفادهم ذوي الطراب طيف التوحد يشعر الأجداد بالخوف والغضب والتوتر والذنب ويلاحظ أنهم يسيرون ببطء في مراحل الحسرة بسبب عدم حصولهم على الدعم والتدريب والتعليم من قبل المختصين كما الوالدين في دراسة عام 1985 باي هاريس عملوا استبيان لمقابلة أهالي وأجداد التسعة عشر طفل تم تشخيصهم بالطراب طيف التوحد وجدوا أن الأجداد أقل تشاؤم من الوالدين لمهارات طفلهم ولاحظوا أن الأجداد كانوا ناكرين لوجود إعاقة طفلهم لفترة أطول من الوالدين وعمل نفس الفريق هذا الاستبيان على الأجداد والوالدين لأطفال لديهم صعوبة شديدة بالسمع ووجدوا نفس النتيجة أن الأجداد أكثر تفاؤل وهم يعيشون في مرحلة الإنكار لفترة أطول لإعاقة الطفل في هنا نقطة لهي الأخوان أنا حابة أتكلم عنها علاقة الأخوة مهمة جدا في تطور المهارات الاجتماعية الأخوة يعلمون الأطفال كيف يتقايضون يتعاونون يتشاركون ويتسابقون دراسة في عام 1972 من جروسمان قام باختبار ومقابلة 83 طالب في الجامعة لديهم أخوان من ذوي الإعاقة فقط 10% لم يتأثروا بوجود أخ لديه إعاقة وتسعين بالمئة تأثروا على الأهالي أن يتقبلوا وأن يتحدثوا بأريحية عن إعاقة طفلهم ذوي طراطي في التوحد مع أخوته وفي الدراسة عام 1972 وجد أن هناك مترتبات سلبية قد يشعر فيها الأخوان بالعار من أخيهم ذوي الإعاقة وقد يشعرون أيضا بالذنب لكون هو الطفل السليم أو الإحساس بأنه تم إهماله من قبل والدين وأيضا بالإحساس بأنهم فقدوا طفولتهم في وقت مبكر وفرضية أنه تم تحميلهم مسؤوليات بعمر أكبر إحساسا أن الطفل ذوي الإعاقة هو سبب التوتر والضغط في علاقة الوالدين ببعضهم وأن هذا يسبب سلبا على الأسرة بأكملها ولكن في هذه الدراسة أيضا وجدوا أن الأخوان متفهمين أكثر للآخرين وخاصة الأفراد ذوي الإعاقة هم أكثر عاطفية وأكثر تقدير لصحتهم وقدراتهم والشعور بأن هذه التجربة جربت جلبت الأهل بعضهم البعض والشعور بالتوجه الوظيفي والهدف بخدمة ذوي الإعاقة إذ أن هناك العديد من الأخوة يصبحون معلمين تربية خاصة أو أخصائيين وإن شاء الله عندنا أستاذ عهود على نهاية الأسبوع هذا راح تقدم محاضرة أنا وأخي ذوي طراطي في التوحد محاضرة عن علاقة الأخ بالفرد اللي عنده طراطي في التوحد صفات مقدم المشورة الفعال هذه أهم الصفات في دراسة عام 2006 و2005 اللي هي أنا كأخصائي علي أن أكون متعاطف يكون عندي الكفاءة ومستحق للثقة وعندي مرونة واستقرار عاطفي الصراحة السلوك الإيجابي الموضوعية والتحفيز تقنيات الإرشاد والمشورة المشورة الجيدة تأتي من شخصيتك ولا ينبغي أن تكون واضحة للشخص اللي تقدم للمشورة هو عبارة عن سلوك فعندما تهتم فأنت تهتم في جوانب أخرى من حياتك ليس فقط في داخل المركز أو العيادة وأخطاء في تقديم المشورة الاستشارة هي حول ما لا تفعله وليس ما تفعله في الواقع أعني أنه المفروض الأشياء المفروض أنك ما تسويها مو اللي تسويها في أشياء كثيرة مفروضة إحنا ما نسويها لما نقدم استشارة مثلاً أن نعطيهم معلومات كثيرة مثلاً اللغة الجسد ورح نتكلم تفاصيل عنها في الشرايح القادمة وأخطاء في تقديم المشورة الفشل في تحقيق أقصى استفادة من الموقف قدم الرغبة في التعلم من الأخطاء النظر بأنه يصعب التواصل مع مقدمين الرعاية وأهالي ذوي طرقين في التوحد هذه هي الأخطاء وأيضاً القوالب النمطية هذه تعتبر من الأخطاء في تقديم المشورة أنك تضع الناس أو الأهالي في قوالب ويصير عندك صورة نمطية قبل ما تقدم الاستشارة والله أنه هذا الأب أنا عارف أنه ما رح يسوي هذه التمرين أو أنه هذا الأب ما رح يحضر مثلاً الجلسات أو أنه ما يدرب طفلة في البيت وغيره النقل وهو نقل وجلب الخبرات السابقة كمان زي التصور مثل نقل الخبرات السابقة ولكن لها علاقة بقيمك كأخصائي وأرائك وتصور هذا يؤدي إلى الحكم على الأشياء وإحنا كأخصائيين علينا أخذ الأسر كما هم ولنحاول أن نشكلهم بصور معينة أو بإطارات معينة أيضاً التوقعات الضمية الإفتراضات التي نضعها تجاه مسؤوليات الأهالي بدون إفتراضات لم يتم التعرف عليها من خلال النقاش معهم أقصد من هذه الفكرة أن التوقعات الضمية مثلاً أنا كأخصائي أتوقع أن الأهل بيسوون التمرين بالبيت وأي شيء أنا أقوله رح ينفذونه أو أن الأهل يتوقعون أنا كأخصائي أنا الشخص اللي راح أعالج طفلهم وراح تكون مسؤوليتي فالأهل يتوقعون أن الأخصائي يصلح الطفل والأخصائي يتوقع من الأهل أنهم هم يسوون كل شيء ويكونوا قادرين على تدريب الطفل وتقديم البرنامج العلاجي فهذه تعتبر من الأخطاء اللي هي التوقعات الضمنية بعدين النقد المبطن أنك تنقض الشخص اللي قدامك أو الأهل أو يعني بطريقة غير مباشرة التغذية الراجعة هو حل لهذه المشكلة دائماً حاول تأخذ feedback من الأهالي حاول تكون open أنك تحاول تستمع لهم أكثر ولازم يكون هناك فيه تواصل واضح ودائم مع الأهالي طيب الإفراط في المساعدة في بعض الأخصائيين يحاولون يعطون الأهالي كل شيء فهذا تعتبر من الأخطاء فإحنا هدفنا طبعاً أن نقدم لهم الدعم ونساعدهم على التمكين أنهم يكونوا قادرين على أداء هذه المهارات وهذه التدريبات بأنفسهم إساءة فهم الإنكار في بعض اللي هم الأخصائيين يظنون أنه كل شعور يعبر عنه الأهل هو عبارة عن إنكار المشكلة ممكن الإنكار هذا شيء زي ما قلنا شيء شائع وهو ناتج عن الصوف وممكن يكون أنه فقط شكل من أشكال التأقلم واحدة من الأخطاء اللي نسويها كأخصائيين اللي هو التشجيع تشجيع الأشخاص اللي يشعرون بالألم هو اختراق لمشاعرهم وتجعلهم يشعرون بالذنب لإحساسهم بهذا الشعور فعليك أنت كأخصائي أنك تتقبل هذه المشاعر تحكم مقدم المشورة أثناء التفاعل مع الأهل مقابل الاستجابة اللي أقصد أنا في الحوار بينك أنت وأهالي ذوي طرابطي في التوحد هذه بعض النصائح بكيف أنت تكون استجاباتك أول شيء انتظر لسماع مشاكل الأهل قبل اتخاذ قرار بشأن كيفية المضيق ودمن التوقيت الرد هذا جدا حاسم أهم شيء أنك تهتم للسياق ولاحظ لغة الجسد ويمكنك الحفاظ على التحكم في التفاعل مع الأهالي أقصد بذلك أنه لما تجي تحاول تقدم استجابة حاول تكون الاستجابة ذات محتوى وكمان السؤال المضاد اللي هو لما يجي بعض الأحيان الأهالي يسألونك سؤال هم ما يبغون يعرفون الإجابة بس يبغون يتأكدون أن هل المعلومة اللي هم ما عندهم صحيحة أو لا يعني يبغون للإنفورميشن اللي هي عندهم فإذا مثلا سألك مثلا سؤال طفلي عنده توحد طبعا أنا كأخ الصائي أنا عارف أنه هو يدري أنه طفلة عنده توحد وتكلمنا عن التواحد في جلسات سابقة ولو فترة ياخد جلسات أجي باستخدام هذا التكنيك اللي هو السؤال المضاد أجي أنا أسأله مثلا أنت إيش تتوقع؟ إيش في ابنك؟ وعطيه فرصة يتكلم ويشرح لك السمتمز وبدل ما تعطينا الإجابة حاوله هو يبدأ يبحث عن الإجابة بنفسه رقم ثلاثة استجابة للعواطف إذا أنك تجاوب بجمل لها علاقة بالمشاعر وتعرف على هذه المشاعر مثلا أنا عارف أن أنت زعلان أنا عارف ومقدر الموقف أنك أنت غضب غضبان فتبدا تتكلم عن هذه المشاعر ععادة الصياغة إذا مثلا والد أو والدة الطفل ذوي طراطي في التواحد تقول لك عبارة تحاول أنت تعيد صياغة العبارة أساس في حس أنك أنت احتويتها وأنه أنت فعلا تسمع اللي هو قاعد يقوله مشاركة الذات أقصد فيها أنه أنا كأخصائي أشارك بعض المعلومات اللي خاصة فيني مثلا كأخصائي لها علاقة مثلا بالتمارين مثلا حتى أنا إذا جغلت الأم أنا طفلي ما يسوي هذا مثلا التمرين معين ما يسوي بالطريقة هذه ممكن أنت تقولي حتى أنا مثلا في الجلسة ما يسوي كده 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 معي بس أنا حاولت أسوي كده والتكنيك هذا ومشى الموضوع آخر شيء اللي هو الاستجابة عن طريق التأكيد أنك أي معلومة هو يقوله تحاول تأكد أنها صحيحة أو سليمة التواصل مع المرضى وأسرهم تجنب خلق حواجز ملموسة أو متصورة بينك وبين الأسرة مثل الجلوس خلف مكتب أو ارتداء معطف أبيض وحاول تستخدم طاولة صغيرة بدل ما يكون فيه مكتب بينك وبين الشخص اللي تقدم له استشارة الحفاظ على روح الدعابة وأن تكون قادر على الضحك تثقيف المرضى حول المشورة والإرشاد التحليل والتعرف على الألم وراء غضب المريض كن واضحا بشأن السلوكيات المقبولة في الجلسات وتجنب الصراعات على السلطة وعندما لا يحترمك الأهالي لفظيا حاول أنك تكون غير دفاعي والتحقق من صحة تصورات الأهل للموقف وأن تعترف عندما تكون مرتبك أو مضلل أو غير مطلع وتوقع أن تحدث أزمة في حياة المرضى وآخر شيء دع الأهل يعرفون ما تتعلمه من جلسات العلاج يتم استخدام العبارات التشجيعية للتأثير على مجرى المحادثة قد تكون هذه العبارات إذا استخدمناها بزيادة تكون مصطنعة فحاول أنك بدل ما تقول كلمات تحفيزية أنك تقول نعم أها عساس أنه يبدأ يسترسل ويتكلم أكثر ابتسم استخدم التواصل البصري الانحناء للأمام إهماءة الرأس ووضعية الجسد المفتوحة حاول أنك تقول الأشياء اللي هم يفكرون فيها لازم أن تقنيات المشورة تكون طبيعية وشفافة إذا كان المريض يعرف أنك أنت قعد قدم له استشارة الآن معناته أن المشورة هذه لا تقدم بشكل صحيح لازم تكون طريقة الاستشارة مراعية ومتجاوبة وحاول أنك ما تكون ملزم بفلسفة ونظرية ونهج واحد حاول أنك تطور طرقك الخاصة بك تتمثل مهمتنا إحنا كخصائيين في العمل مع الأشخاص الذين يعانون من طراب التواصل في مساعدة العائلة بأن تصبح مثالية أو أقرب ما يمكن إليها يعني إيش أنا أخلي العائلة مثالية راح أقول لكم الحين وذلك عن طريق النمذجة بكيفية إدارة الصراع وكيفية التواصل بصراحة وأمانة مع أطفالهم وكيفية إظهار عاطفتهم ورعاية أطفالهم يعني لازم أنا أكون النموذج لهم بطريقة التعامل مع الطفل مع أخو الطفل مع الأم طريقة تواصل الطفل مع أخو أسر هذا عن طريق النمذجة يعني إيش أسرة مثالية لازم أني أشجع يكون في تواصل بين أفراد الأسرة بطريقة واضحة ومباشرة تكون الأدوار والمسؤوليات واضحة ومارنة يقبل أفراد العائلة الحدود عند حل النزاعات تكون هناك علاقة حميمة بينهم ويكون هناك توازن صحي بين التغيير والحفاظ على الاستقرار الأسرة الناجحة هي الأسرة التي تشعر بالتمكين هي الأسرة التي لديها ثقة بالنفس وخاصة الأم هي الأسرة التي تشعر بأن العب مشترك ويتعين على الأسرة ناجحة أن تخلق فلسفة للحالة التي يعيشها وفي الختام لتقديم مشورة فعالة هو الهدف ليس أن تخلص من ألم المريض أو مقدم الرعاية ولكن لفصل مشاعر المريض عن السلوكيات التي تهزم الذات استخدام تقنيات المشورة للقضاء على المشاعر السلبية المرتبطة بالألم الإنصات بدون حكم هي مفتاح نجاح تقديم الاستشارة المساعدة في خلق أسرة متوازنة وناجحة هو الهدف إذا حابين تأخذوا معلومات زيادة عن تقديم المشورة للأشخاص الذين يطرابون في التواصل هذا من أجمل الكتب اللي أنا قرأتها فهذه صورة الكتاب وهذه بعض المقالات والأرتيكلز اللي أنا استخدمتها اليوم فإذا تحبين ترجعوا لها وتطلعون عليها وشكرا لكم يعطيك العافية أستاذا ملاك فياكم